أسألك السؤال ده غير في الآخر يعني هو سؤال صريح فهو أنا بحب الإجابات الصريحة بس أنا عايز أسألك من الأول هو إحنا لسه فعلا في مجتمعنا الست لما تكون مطلقة ومعها عيل وما ينفعش إن أنا كون بخت يعني البخت الأول لواحد لسه ما شفش على دونيا زي ما بيقولوا ما إحنا عادينا نغير المفهوم ده بصراحة بس لسه موجود صحا لسه موجود وللأسف يكون موجود عند البنات نفسهم أو الستات نفسهم هي نفسها لأ هي الست البنت المطلقة نفسها بتشوف إن عندها عيب بتشوف إن عندها نقطة ضعف طالما اتجوزت قبل كده ومعها طفل كأن هي اللي فيها المشكلة فدايما بتعرض نفسها بالأزمة دي أنت هتقبل بي وأنا عندي طفل هتقبل بي وأنا مطلقة هتقبل أهلك هيرضوا بي أنت اللي بتصدق لي الصورة دي لكن بما إن إحنا نسب الطلق عندنا بقت زيادة جدا وبما إن مغلب أغلب المطلقات في سنه صغير ومعهم طفل أو أغلبهم طفل فإحنا نغير المفهوم ده أنت من حقك أن أنت تعيشي حياة جيدة وإحنا لما نتجاوز بنتجاوز ليه؟ عشان سنة الحياة جي رقم واحد أولاً أنت لما تختار الشرك حياة لازم تبقى أنت مشبعة احتياجاتك بشكل ما ده ده هيجي يبسطني ويخرجني وهافك الدفاير وهاخرج وهاسهر بره وهايصفارني ده يفسحني كله لأن إحنا بنبني توقعات على حاجات إحنا مش عارفينها ممكن تكون غير حقيقة لأ أنا رأيي أنت راحة تتجاوزي لازم تكوني في الأساس أنت مكتملة يعني أنا أعرف إزاي أبسط نفسي الوحدي عشان اللي هيجي مش هو الله يبسط نفسها بزبط يعني في قصة ميرفد هي عندها ضعف عندها احتياج نفسي عندها احتياج عطفي عندها فكر المجتمع وفكريها هي أن أنا كويس نرد بها بظروفي هي دي المشكلة تحتي بالك من الجملة دي أنا صفرت معي كل مجاة ذكر القصة وأقراها تصفر معي الجملة دي نوع ردي بظروفي لا ما لها ظروفك حبابتي أنت أولاً تجوزتي بسن صغيرة جداً اللي هو 16 سنة ده زواج قاصرات على فكرة أعرف إزاي تم الجواز ده طبيعي ما تنجحش الجوازة أنت طفلة أصلاً غير مسؤولة لسه يعني هي تطلعت قبل كده عشان كانت قاصر 16 سنة سنة زواج قاصرات حضرتك أصلاً ما هو بنتي احنا منكبرها ليم عشان نجوز 16 سنة وهي لسه طفلة عشان اللي يأخدها يربيها وهي صغيرة وما تبقاش رف الدني ما ده فكرة غلط احنا محتاجين نغيره يعني أنا عشان اللي بيتفرجوا دلوقتي أنا لازم أتبنى وجهة النظر التانية عشان في ناس بتقول كده فلازم أقول كل حاجة أنا بشوفها في المجتمع عشان يكون لي هرد عند الاستشاري النفس اللي بنستضيفه في البرناد لا الجواز مسؤولية ومسؤولية مش قليلة الجواز مش مجرد فرح وفستان وزفة والكلام ده كله سطرناها وبعدين رجعت لك ببنت أو رجعت لك بطفل لأنها لسه مش مسؤولة لسه مش مكتملة أنها تشيل مسؤولية بيت ومسؤولية زواج ومسؤولية استقرار لا لازم يكون السن مناسب بالنسبة لقصة مرفت حضرتك أنت عندك مشكلة في أن أنت جاوزت بدري فأنت أصبحت مسؤولة عن نفسك وعن راجل وعن بيت وعن طفل